الله اللي هتكون في برج العرب مع الاسماعيلي قمة من نوع خاص قمة فيها الكثير من المتعل الاسماعيلي استعاد او رجع مدربه البرازيلي ريكاردو لكن مش هيشتغل مباراة بكرة اللي هشتغلها احمد العجوز وحمص وحيكون ريكاردو موجود في المدرج يتابع الفرع لكن رينيف فيلر اختار القيمة اللي ضمت الشناوي وعالو لطفي ومصطفى شبير وفي الدفاع احمد فاتحي ومحمد هاني ورامي ربيع وياسر ابراهيم وعلي معلول وايمن اشرف ومحمود وحيد في خط الوسط عمر السلية وقاليو ديانج ومحمد مجد افشا وحمدي فاتحي وعربي بادر ووليد سليمان ومحمود عبد منعم كهرباء واحمد الشيخ وجيرالدو وجونيور اجاييه ومروان محسن وقاليو بادجي الثلاثي المهاجم هنا القيمة بيظهر فيها ولا اول مرة منذ فترة كهرباء بعد انتهاء ايقافه طبعا محمود وحيد بيرجع للقيمة بعد انتهاء كهرباء وازمة ايقافه كان اختياره او عودته للقيمة مسار اهتمام كبير من الصحف والمواقع هنقول لكم بعض العنوين فيما يخص علاقة كهرباء بالاهل وهتلاقوا لشي وعكسه عشان الصورة تبقى واضحة تماما لحضراتكم وتشوفوا قدي ايه الاهل مستهدف وقدي ايه علاقة الاهل بلاعبية محطوطة في منظر جيد جدا للرجم الاعلامي وحتشوفوا التأثير على الجمهير ماشي ازاي لما تلاقي الاهل يحتوي قزمة كهرباء بجلسة صلح خير لكن تلاقي موقع تاني في الغرف المغلقة الاهل يظهر عينه الحمراء الكهرباء ما فيش صلح طب بعد الصلح يطلع موقع تاني او جورنان تاني يقول لك الخطيب يهدد كهرباء بالطرد من الاهل بص الصورة وعكسه لكن المؤكد في ده حاجة واحدة فقط عشان تكون هزت الغرباء صحيحة المؤكد ان الاهل تعامل مع كهرباء التعامل المنضبط جدا احترافيا واللي يتفق مع نظام الكرة في النادي الاهلي الناس سألتلك الحق فين اهل المبادئ هو مش فيه لايحة عقوبات هو النادي لما حطت لايحة عقوبات حطتها للذكرى والتصوير ولا حطتها للتنفيذ هو بيفترض انه اي لعب هيخطئ او اي فرد في المنظومة هيخطئ ومن ثم هيتم معاقبته وفقا لللايحة مسؤولية مدير الكرة تجديد العقوبة وتوصفها واتخاذ اعلى او الحد الاقصى للعقوبة من وجهة نظره حسب الحدث وتقييمه فبالتالي كانت غرامة كهرباء مليون جنيه مليون جنيه ان من الناس اللي شايف ان العقوبة الوحدة او الوحيدة اللي المفروض تكون انه يمشي من الاهلي عشان يرضي هؤلاء لا الاهلي بينظم او بيقرر النظام الاحترافي اللي يتفق ويتسق معايا حياته علشان يحكم علاقة لعبته به هلاقي الاهلي حوار صريح جدا فيلر يعترف للادارة بصعوبة التتويق يعني ويطالب بقى خصائي نفسي قبل لقاء الوداد ده حوار فين بقى يعني بدون ذكرى اسماء المواقع واحنا قلنا لكم لا حنقول لا اسمه الجورنال ولا اسم الموقع يعني فيه حوار ولا ده عنوان انه الاهلي فيه حوار بين الحوار والادارة حوار صريح حوار بالادارة مش حوار معمول يعني لا لا احترافات صريحة فيلر بقول لهم الاهلي مستعد لدور الابطال في اي وقت عكس الكلام التاني بعد ما كان صعب للتتويق ولحقوني الاقي موقع اخر فيلر يجاهز كل اللاعبين وبياكد جاهزون لمواجهة الوداد في اي وقت ثم في موقع اخر فيلر لا اشغل نفسي بمواجهة الوداد وتركيزنا الان في حاسم لقب الدوري حاجة في النص جورنال تاني بقى يروح في سكة تاني الاهلي الوداد فقط مش بس الكهرباء لازم صالح جمعة الناس فضلت عايزة تشوفه ظهر صالح لعب في بعض الفترات الرجل شايف انه مازال بحاجة الى تجهيز بدن محتاج يخص اكتر فعمله برنامج جديد عشان يجهز ما عجبش الناس طلع موقع يقولك صالح جمعة العودة الى التلاجة تاني الاهلي يجهز صالح للوداد وتعديل عقد الشيخ الشيخ وعكسه اه الاهلي يهدد اجايب الرحيل في مركاته الصيف كنت لسه حاولك كمال فين اجايه جي علي الدور طيب اديكم شايفين بالنسبة لفايلر حتى فيلر يطالب الاهلي بسرعة التعاقد مع البليلي طب هو قالك فيه فتنة ليه عايزه يتعاقد فتنة البليلي الادارة تدرس التراجع بسبب الفلوس والمحترفين هقولك هقولك اه مفيش بليلي من الاصل مفيش بليلي مفيش بليلي من اصل يعني عالمستوى الرسمي اه انا ما بتكلمش ان فيه كلام وحوار بين واحد بيعرض حد على الادارة والادارة بتنقل الكلام لكن ان فيه اجراء بتتراجع عنه اه مفيش اجراء بتتراجع عنه اه طيب الاهل يقترب من التعاقد مع ايوب المغربي في صفقة انتقال حر لكن كمان الاهل يفاوض الرجاء المغربي لشراء الكنجولي مالانجو مش بس مغربيا محليا الاهل يسعى للتعاقد مع محمد ابراهيم فيلر وافئ على ضمه الشيخ قد يعود لفريقه القديم مقابل انضمام لعب الزمالك جيرالدو يرحل عن الفريق والصفاقس يجدد طلبه ضمه يروح في سكة تانية القلب يجدد مفاوضات التعاقد مع اسامة جلال اهتمام كبير جدا كان بمسألة دعوة الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي لقاعد كاس العالم لكورة اليد احنا بس عشان احنا جرينا في الموضوع ده اه عشان الناس طب احنا بليه بنقولي العناوين دي اه بنقولوكم لانها شملت اسماء اه كهربا فيلر الوداد الشيخ جيرالدو اجايه جيرالدو اه صالح جمعة اه مش عيرفين لحد الوقت يتخلي بالكم وان المقصود ايه بالليلة دي كلها ايه المقصود خلخلت وزعزعت وفركشت التلاحم والتركيز اللي فيه الفريق يعني انت حتى من ضمن يعني الاساس مرتضى مثلا طلق قالك ايه انا اللي استفدت من عودة الدوري انا كنت الرابع بقيت التاني اللي قال لي ما استفدش حاجة كويس قوي ما ده اللي احنا قلناه احنا قلناه الدوري رجوعه وفايدة للجميع كويس ان كتة لحال الوقت انت المستفيد منه اما اللي كنت مش عايز تلحل فالاهلي ما بيعملش حاجة علشان يعني يستفيد لوحده الاهلي بيعمل عشان هو من وجود نظره شايف ان ده الصح طيب